نتمنى إن شاء الله نجاح في المنطقة المحلي وعلى رأس المقرأ وكل طاقم المصير لأن هذه التربصات ما كانت شعنية من قبل عندها تاريخ معين وبالتالي فيما يخص يعني البرمجة هناك راحة إجبارية نظرا للتربص الفاريخ الوطني المحلي هذا التربص المبرمج بين 10 نوفمبر و26 نوفمبر بالإمارات وبالتالي البطولة تتوقف خلال هذه الفترة السبب التوقف هو أنه غير ممكن برمجة المقابلة المتأخرة لكون الفرقة المعنية بها لديها لاعبين مستدعين للتربص المتخب الوطني ومن جهة أخرى لا يمكننا برمجة الجوالة المتبقية من خلال البطولة لكون الفرق التي لديها لاعبين في الفرق الوطني لا يمكن لها اللعب وبذلك سيزداد عدد المباراة المتأخرة التي يبلغ عددها إلى غاية الجولة 11 مباراة كاملة وهو ما جعل الرابطة تقرر توقيف البطولة طيلة التربص المنتخب المحلي الوطني المحلي بعد التربص تبرمج أربع جوالات المتبقية من البطولة وكذا المباراة المتأخرة على أن تنتهي منها قبل المركز الشتوي الذي يتزامن مع البطولة الإفريقية للمحلي البرمجة تأخذ بعالي استبار مباراة كاس الجمهورية التي في الدور 32 يعني مبرمجة في 25 نوفمبر وهذا مستحيل ومن شهر نوفمبر 16 يعني دور 16 في 19 من شهر ديسمبر للإشارة في الاجتماع المكتب الفيدرالي الأخير طلبنا من الرئيس والمكتب الفيدرالي بمراجعة برنامج كاس الجمهورية خلال شهرين نوفمبر وديسمبر وتأخيرهما إلى ما بعد الشعام حتى يتسنى للرابطة إنهاء مرحلة الذهاب في الأجهة المحددة يعني عدد المرتفع للمباراة المتأخرة راجع لعجلة تربصات للمنتخب المحلي وكذا مشاركة أربع فرق جزائرية في مختلف البطولات الإفريقية وآخرها اتحاد العاصمة الذي لاعب لقاءين في ضغط أسبوع وهو ما حتم على الرابطة التأجيل مباراة في الجولة العاشرة والحادث عشر موعث نهاية البطولة هذا يمكن من بعد أما بالنسبة للتربصات للمنتخب المحلي يعني ما عندناش يعني يعني تشوف ربما في اللاعبين هما في سيدي موسى والقائمة تخرج يعني على منتصف الليل هذا ما يسهل للناش في المأمورية باش نبرمج الجولة مثلا تسعة لأن من خلال اللاعبين اللي هم يعني في الفرق مثال الاتحاد العاصمة ولا الفرق موجود ديزائر ولا الشباب المزند اللي فيهم لاعبين أكثر من ربع يعني أكثر من ربع لاعبين باش نعرفوا واش نديرهم لوتاك ولا نديرهم لوتاك ولا حتى البرماء يعني هذا التربص من عشرة إلى ستة وعشرين يعني احنا سمعنا به يعني عن طريق وسائل الإعلام فيه يعني وعد الخلال ولكن حنا المنتخب الوطني أولا وقبل كل شيء ويعني الأفضل يتفوت للمنتخب الوطني المحلي ولكن لا حب هذا يكون عندنا البرنامج مثلا شهر ديسامر ما نعرفوش لليوم تربص وقت الشيء ده وقت الشيء يكمل يعني هذه هي الأمور اللي ربع ما تعيخ يعني البرمجة وحتى الفيرق يشتاكونا يعني رؤية النوادي أو المدربين حتى اللاعبين ما عندهم شيء نفيد بيليتي أموالي أكون أموالي أموالي ترب وهذا يعني خارجا تماما عن نطاقنا زير تيب أول قناة إلكترونية في الجزائر ترجمة نانسي قنقر